إذن صباح الخير مجدداً ننتقل الآن معكم عبر سكايب من منزل الأستاذ الدكتور كامل المحدين الوزير الأسبق صباح الخير دكتور صباح الخير كيف حالك إن شاء الله أمورك تمام طب مننا عنك والله اشتقنا لك يا دكتور كنا 180 تكون معنا بالستوديو على كل حال البقاء في المنزل في هذه الظروف هو الأفضل تحية لكم تحية لفؤاد تحية لميس تحية للإعلام المسموع والمرئي والمكتوب تحية لهذا الوطن دكتور شكراً جزيلاً صباحك سعيد وإذا بتسمح لي أحكي قبل لنبدأ حوارنا السريع أول ما كلمتك جسيت نبضك سألتك هل جنابك يعني عندك الرغبة أولاً ثانياً أنت قادر أنك تترك منزلك وتيجي يوم الجمعة صباحاً كن بجس نبض قبل ما طبعاً أنه يعني ينتهي موضوع التصريح بالكامل حضرتك قلت لي فؤاد مدام أنتو مثلكم مثل الجنود عمالكم تتحركوا بتيجوا في قطاعات كبيرة عمالك بتحاول تقدم الخدمات لسير الحياة خدمات للناس أنا كمان جندي حتى لو كنت متقاعد ومش بالحكومة أنا مستعد أجي فشكراً إلك ولكن هيك يعني خلينا نقول أأمن لصحتك وصحة الجميع طمني شو أفطرت اليوم؟ أفطرت في ظروف زي هيك أفطرنا سندويش لبن مع كاسة شاي والحمد لله كويس الحمد لله إن شاء الله صحة وهنا إن شاء الله صحة وهنا برافو دكتور صحة وهنا صحة وهنا دكتور طيب دكتور إذن دعنا بصورة كيف تقضي وقتك في البيت أنت أيضاً أستاذ لطلاب الهندسة في الجامعة الأمريكية في مادبة الآن التواصل مع الطالبات والطلاب يكون عبر التعليم الإلكتروني أو التواصل الإلكتروني فكيف تتواصل الآن مع طلابك؟ كيف تقضي وقتك أيضاً في البيت؟ أولاً قبل كل هذا اسمحوا لي نصف دقيقة سلام للوطن سلام من الوطن للوطن سلام للأجهزة الطبية والعسكر والجند والعاملين والإعلام سلام لكل عامل في أزقة الوطن تحية لتلة خالد لإربد تحية من تلة خالد للعقبة ومن العقبة إلى تلة خالد تحية لوزير الصحة ووزير الإعلام والمسؤولين اللي تبوأوا الآن جهد عظيم أخي فؤاد لكم وللجميع أما بالنسبة منذ بدء التعليم عن بعد بدأنا بعمل محاضرات وهذه المحاضرات أخذت شقين شق التعليم عن البعد بواسطة المودم أو الاتصالات للجامعة دخول الطلاب وأيضا أشارك بها في بث مباشر على الفيسبوك أنا صالي فترة طويلة ببث بعض من هذه لكن كثفت كل يوم في حوالي اثنين من محاضرتين وأيضا المهندس يزن والدي قام بعمل قناة يوتيوب وبدأنا نبث محاضرات في العمارة في الهندسة المعمارية في التصميم في النباتات أو شو بتقدر تسوي أنت في البيت تستطيع العمل كثير في البيت الأهم أن تبقى في البيت أن يكون قلبك مؤمن بأنه لن يمسنا ضر إلا إذا أردنا الضر بنفسنا فقط لا غير فلذلك حواية المدن كلها بدأت تتهاوى من روما لإسطنبول للقاهرة مس بيت لحم ضرر مس مكة ضرر عندما لا يستطيع المؤمن أن يتوجه للصلاة أعتقد أننا في مأزق ولا نستطيع أن نتفاد المأزق إلا إذا مسكنا قلم أو مسكنا كتاب حتى نستطيع أن نستفيد مما نحن فيه دكتور إذا بتسمح لي بس للتوضيح يعني أعمل هالمداخلة وأترك إلك التعليق الآن المواد اللي عمالك بتعلمها للطلبة بنضي النظر إذا فيه يعني سيستم بينك وبين جامعتك هذا موضوع الآن عمالك بتحط جهد شخصي من خلال النقل المباشر عن طريق الفيسبوك حضرتك عمالك يعني بترسم وعمالك بتشتغل وبتورجيهم بتعرض حصة كاملة كأنك يعني في مرسم هندسي أمامك والآن خبرتنا على موضوع القناة اليوتيوب أنا فقط اللي بدي أحكييه إنه الجهد اللي عمالك بتقدمه ما عمالك بتقدمه لطلابك وطالباتك فقط يعني ممكن أي واحد في أي جامعة أي شخص مهتم أي طالب يقدر يتواصل معاك وعمالك بتقدم كمان استشارات إن كان على الهاتف أو إن كان عبر منصات تواصل اجتماعي وبيقدروا يستفيدوا من العلم اللي عمالك بيقدمه ولا أنا غلطان سيدي فؤاد لن أكون أفضل من ممرض في مستشفى عطائي لا يقارن مع دكتور أو ممرض أو عشكري في ثغرة من ثغرات الوطن يحاول أن يغلقها لكن أنا بقولك شو بسوي قبل حوالي أربع خمس شهور بثيت فيديو مدته نصف ساعة هذا الفيديو اللي أنا بثيته قبل حوالي أربعة أيام وصل مليون وأربعمائة ألف مشاهد من ثمنتعشر دولة في العالم العربي وبعد الأحيان من الجزائر تونس معماريين نحن في العمل المعماري أو في القانوني أو في أي تخصص واجب علينا في هذه الظروف أن نكون زيكم إعلاميين بالحصافة والفكر وفي كل كلام يمكن أن يبث التفاؤل والثقة بالنفس لا نستطيع أن نهزم شيء إلا إذا هزمنا قلبنا أو إن هزم قلبنا زي العسكري إني لأقسم بالإله قسما تخر له الجباه تخيل لوين ببنوه في عشر سنوات خمس سنوات من التدريب عشرين سنة أن يبقى واقف حتى يجي اليوم اللي ما تهتز أسوار الوطن فلذلك اليوم هذه الأيام أثبتت كلنا واقفين لكن اللي واقف في الشارع يحمي واللي في المستشفى يداوي الله يعينه أنه مش شايف أهله وإحنا قاعدين في بيوتنا ذكر أحدهم شغلة ممتازة قال الملل والجذر أنتوا اليوم ضجرانين في دوركم الحمد للربكم أنه ما في خوفه ظلمه موت هذا حدث فيه قبل كذا يوم أخي سعد جابر توقعت الأداء من المسؤولين والوزراء مررنا في ظروف في العقبة في الربيع العربي كنت مسؤول المسؤولية صعبة من يتبوأ المسؤولية في هذه الظروف كلنا لازم نقول الله يعطيهم العافية صحيح أشكرك دكتور كل الاحترام طبعا لكل ما ذكرته دكتور عندما زرناك وكان لك استضافة سابقة ببرنامج حلوة يا دنيا طلعنا على العديد من رسوماتك أنت تحب أن ترسم الأثار الجميلة والمناطق الجميلة شوارع إيطاليا وإسبانيا لاحظنا بشكل كبير بالطابع العام لرسوماتك فحكي لنا الآن كيف ترى إيطاليا للأسف هي الآن بلدة محشة أشبه بمدن الأشباح لا يوجد فيها أي حركة لا يوجد فيها أي حياة والأمر أيضا ينطبق على إسبانيا وكافة الدول الأوروبية هل رجعت فيك الذاكرة الآن رسمت أي من الرسومات إلى إيطاليا من حب أنك تطلعنا على بعض رسوماتك وإن لم ترسم مؤخرا لإيطاليا وإسبانيا هذه الحوائط وهذه المدن التراثية والحضارات اليونانية الإغريقية الإسلامية العربية الأمور اللي مرينا فيها الفراعنة هذه مدن تراكمت مرت في ظروف أسوأ من اللي مرينا فيه الآن مرت في حروب تهدمت المدن بالكامل وأعيد بناء لكن أنا بقول لك حتى وأنا قاعد هون بعيد أنا بعض الرسومات اللي ببثها هذه لإحدى المناطق في روما الآن أي الرسمة بترسمها تعيد لك ذاكرة عطر المكان عطر إسطنبول عطر القاهرة عطر القدس عطر بيت لحم ونشأتي في الستينات في الضفة الغربية في فلسطين كل هذا العطر سيعود إن شاء الله دكتور العالم لم ينتهي العالم اهتز ورب ضرة نافعة فقط لا غير دكتور شكرا إليك أنا فقط في نهاية حديثنا معاك فقط بدي أذكر بأنه يمكن أنت من أجمل من أجمل من رسم من أجمل من رسم بالألوان المائية زي النموذج اللي ورجيتنا إياه علبتك الصغيرة ريشة ناعمة الألوانك اللي دايما تانيها دايما في البدلة في جيبة البدلة برافو عليك دكتور هذا هو هذه ما بتتركك في أي لحظة تفتحها وتبدأ ترسم الله يعطيك العافية دقيقة بس ثانية ثانية دقيقة لميس ولفؤاد تحية لكم لكن أرجو أن أوجه رسالة لكل مغترب لولدي وابنتي وعائلتهم لأصدقائي وإحبة الأردنيين أينما كنتم عانكم الله تحية لهذا الوطن المعطاء تحية لسيف البادية الأردنية تحية للجيش العربي المصطفوي تحية لقائد البلاد وأهل البلاد تشكرك دكتور بنضم صوتنا لصوتك نتمنى لك السلامة دائما لبلادنا وقيادتنا كل الخير شكرا على هالإطلال اللي كانت معانا في حلوية دنيا نتمنى أن نلتقي إن شاء الله قريبا واتنور استوديو حلوية دنيا مرة تانية إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور انهارك طيب دير بارك حالك أشكرك أشكرك سعيد أشكرك